موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الجولة لأهم وأبرز عنوين الصحفة الجزائية الوطنية والدولية وكالعادة نبدأ في قراءة هم تلك العنوين ونبدأ بجرد الخبر الخبر عنونت في مقدمتها خطوة وتحذيرات من القنابل الموقوطة هذا بعدما رفع ماكرون السرية عن أرشيف حرب التحرير بتعليمات من رئيس الجمهورية باسترجاع ممتلكات الدولة الجزائرية في فرنسا من مهلوسات تنافس الحشيش حبوب السعادة تتحكم في حياة مليون جزائر القضاء 18 ناحية استجابت لإلغاء الوكالات غليان وسط المحامين قبل أيام عن انتخابات تجديد مجالس المنظمات جلدت صوت الأحرار في اجتماع لمجلس السينم الأمن للإتحاد الإفريقي الرئيس تبون يدعو إلى تنسيق الجهود الإفريقية لبلورة حل دائم للنزاع في صحراء الغربية كرم عددا من النساء لواتي كانت لهن بصمة في مختلف القطاعات رئيس الجمهوري يشيد بالأدوار البارزة والمهام العظيمة للمرأة من ضمنها وثيق حب التحرير ماكرون يرفع السرية عن أرشيف الثورة الجزائرية جلدة الجزائر الرئيس تبون يشارك في اجتماع مجلس السينم الأمن للإتحاد الإفريقي حسب ما جاء في بيان الرئاسة الجمهورية ماكرون يقرر رفع السرية عن وثيق خاصة بحب التحرير عرقاب يكشف عن إطلاق ستواشين مشروعا منجميا جديدا قريبا سائق القطاعات يشلون النقل بالسكاك الحديدية جلدة الوسط ماكرون يناور حول ملف الظاكرة ويقارد باريس تقارد رفع السرية عن الأرشيف عمال السكاك الحديدية في ضراب بالعاصمة تضامنا مع عمال سقهراس وعنابة حاصفة غضب ضد تصريحات لويزة حنون بسبب دعوتها لإلغاء قانون الأسرة رئيس الجمهورية يشارك في اجتماع المجلس الأمن ورفعنا 62 مقتلحة للرئيسة للتغيير الاقتصادي حسب وزير الاقتصاد موسيقى 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 تبونه على الوصول عمال سعرى المجلس أسرى هناك الكثير منها ينسخدرح بمعالسون سيشفرية في صنixes مجلس کروه وغيران المناسبة لإلغاء في كل جديد وآجاري على ورشه على هذه المجلس الأمر بذكر بالمقارات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الموقع الإلكترونية عنوانت حول هذه القضية أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تخذ قرار بالتسهيل الولوج إلى الأرشيف الفرنسي والمتعلق بالجزائر ليس فقط في فترة حرب التحرير ولكن كذلك حتى سنوات سبعينة يعني حتى سنة 1970 وفي هذه القضية كان خبراء كذلك تحدثوا وأكاديميين فرحوا ولا ثمنوا بالقرار كأكاديميين وباحثين لكن لم يخفوا تخوفاتهم من استعمال هذا الأرشيف يعني لتخوين بعض المناظرين ولا يعني بولكري ينززني حول قضية حرب التحرير ولا المشاكل بين قادة ثورة التحرير الجزائرية باعتبار أنه يعني c'est le deuxième بيورو qui يهي manipulación نتع الأرشيف وهذا يعني c'est structural شي هي كالي في جميع أو في le ترتمان على الأرشيف دي جميع الدول الاستعمارية صحيح أكيد سوف يكون في تبعيات بعد هذا القرار وفي الخبر فيما قلت يعني في تحذيرات من قنابل الموقوطة يعني سوف يكون تبعيات بعد هذا القرار بالطبع هذا من تصريحات تصريح المؤرخ والأكاديمي القرص اللي حذر من هذا يعني من هذا اللي اسمها بين قوسين القنبلة الموقوطة وعلى حسب القرص يجب يعني في التراتمان تال الأرشيف هذا يعني يجب يكون هناك بين ما موجود عند الفرنسيين وما هو موجود عندنا وكذلك يعني جميع الأرشيف لا يجب فقط أن نكتفي ولا الباحثين ولا المهتمين بهذا الشأن يكتفوا بوشكين برك في الأرشيف الممنوح من طرف الفرنسيين موضوع آخر ربما سوف يسير الكثير من الحبر المستقبل هي قضية استرجاع ممتلكة الدولة الجزائرية اسمعنا على بنا سنتين من لور في حمل انتقابية تبون كان وعد أنه عنده تاكتيك عنده إمكانية لإسترجاع تلك الأملاك والأموال الآن في هذا المقال استرجاع ممتلكة الدولة الجزائرية في فرنسا ما وراء هذا المقال سيسامير المقال اللي جاءت بها كذلك جلدة الخبر خاصة والتي تحدثت عن استرجاع بعض الممتلكات ولكن ليس كل الممتلكات من أصل يعني من أصل 48 يريدون ركوبر ماشي جميع الممتلكات يعني ممتلكات كيف يعني ممتلكات الدولة الجزائرية كانت سورقات ولا كيف يعني أو ربما كيف يعني كيف يعني عمل الاسترجاع الممتلك هي ممتلكات للدولة الجزائرية يعني من يعني سنزا بارطمو عقارات وكان من قصور وقد تم ترميمها كذلك في السنوات اللي فاتت هي يعني عقارات استولى عليها مسؤولين جزائري مسؤولين ساميين جزائري رغم أن مهامهم الرسمية قد انتهت يعني كان مسؤولين أخذوا العقارات هذا والمهامات تعمرها مش جاعة مسؤولين ولكن ما زال يعني الأسماء للمسؤولين ولكن في مقالة سابقة كان ذكر مثلا يعني زوجاء المزعومة رئيس الجمهورية المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة بجاوي وكذلك أولاد حتى أبناء إطارات سامية جزائرية رحهم وضع آخر قضية الحراك رجوع للمرة بعد رجوع نيست بداية الحراك وعودة الحراك عفوا البالحة كانت الجمعة أو ثلاثة مية وسبعة للحراك الطلاب ليبرتي يذكر في هذه القضية ويقول أناليزي تديومان تيان لابرسيو بالفعل يعني جريدة ليبرتي وجرائد أخرى كذلك تحدثت عن المسيرات الطلابية في بعض الملايات خاصة في الجزائر العاصمة يعني لجابة يعني طلبة جابوا جميع معظم شوارع الرئيسية في الجزائر العاصمة مثلا من ساحة شهداء مرورا بالبريد المركزي حسب بن بوالي فيكتوري وديدوش مراد وانتهت أمام البريد المركزي وكذلك في مسيرات أخرى مثلا في بيجايا وكذلك ليبرتي تحدثت عن قمع الطلبة في مسيرة الطلبة في ولايات تزوزو كان حتى هناك اعتقالات قلت أن ربما ليبرتي وزجريت أخرى للأسف يعني تغطية هذه الحادث ما كانت تغطية كالعادة كانت المعظم الصحف ما تكرمتش عليها وربما فقط ليبرتي تكرمت على قضية الحراكة الطلبية الأخرين ما تكرموش عليها صح؟ بالفعل ليبرتي لكن بعض جرائد المسيرات الطلبية ما تكرموش كما يقولون حيز حيز مهم لهذا الحدث المهم في الكورون التوعى موضوع آخر سوف يسير الكثير من الأيام المقبلة قضية الانتخابات وجلدة الجزائر عراج تلال القضية وقالت أن هكذا تحضر الأحزاب السياسية للاستحقاقات القادمة بالفعل السليم جريدة تحدثت عن بعض الأحزاب السياسية التي بدأت تحضر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مثل حزب لافلان والرندي التي أكدوا أن هم وجدين باش يعني بدأوا يوجدوا لهذا الانتخابات وإعداد التفكير في إعداد القوائم وكذلك حزب جبهة العدلة والتنمية التي ترأسها شيخ جبلة يعني أكدوا هم كذلك بأن قرار المشاركة في هذا الاستحقاقات رايح يتخذ في الأيام المقبلة رغم أن قانون الانتخابات الجديد لم يصدر حتى الآن لم يؤكد على أقل ما عرفنا شي خطوط الكبيرة بالفعل كان قانون الانتخابات هذا مازال موجد لكن الخطوط العريضة بنت خاصة فيما يخص التوقيعات فيما يخص المحاصصة وفيما يخص فئة الشباب أما فيما يخص قضية الاستحقاقات المقبلة يكون هناك دمج بين الانتخابات التشريعية والمحلية هناك يعني كما العدلة والتنمية لأكد أنه ليس من الهيين لحزب السياسي إعداد قوائم لانتخابات محلية وانتخابات وطنية في نفس الوقت موضوع آخر وآخير لجولة اليوم هي قضية مشاركة رئيس تبون في اجتماع مجلس سلم والأمن الاتحاد الإفريقي في معظم الصحف كلمة عليها كأعلى أهل القضية كأنه كان موضوع مصيري وهم جدا واش رأيك بالفعل يعني معظم جميع الجرائد تحدثت عن هذا اللقاء واللي يعني تعطت البيان رئاسة الجمهورية حول هذا الاجتماع وحسب البيان يعني كان زوج نقاط أساسية هي قضية صحراء الغربية صحراء الغربية لتعتبر قضية يعني تصفية الاستعمار من آخر معاقل الاستعمار لسا فقط في إفريقيا ولكن في العالم كذلك كوين رئيس الدولة يعني عبد المجيد التبون طالب يعني بتفعيل بتفعيل قرارات الأممية وقرارات كذلك الاتحاد الإفريقي فيما يخص هذا الشأن وكذلك حسب البيان ندد بصعيدات المغربية يعني تصعيد فيما يخص العنف الابيورنس في هذا المنطقة وكذلك كان هناك قضايا أخرى مثل قضيات المناخ يعني الجزائر طلبت بإنشاء صندوق خاص يعني لتكفل بهذه القضية قضية يعني المناخ جيد شكرا أنه أستاذ سامير العرب الصحفي وناشط السياسي من الزايل العاصمة شكرا على هذه المشاركة حانا الوقت الآن أيها المشاهدين الذهاب إلى ستوديو باريس من هناك معنا شابان قاسي الزميل شابان قاسي في قراءة لأهم معنوين الصحف الدولية سيجعبان السلام عليكم سيجعبان Bonjour Salim Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi on va commencer par TV5MONDE qui revient bien évidemment cette journée hier une nouvelle journée des étudiants les étudiants du LAC se réoccupent pardon des centaines d'étudiants ont manifesté contre le pouvoir algérien contre le régime un retour assez affirmé assez présent maintenant depuis trois semaines depuis le 22 février étudiants je vous le disais entouré d'hommes de femmes de mamans très présents la famille algérienne aussi de partis politiques on pouvait lire et retrouver toujours les mêmes banderoles avec ce slogan qui arrive de plus en plus je cite le régime est mort il n'est pas possible de ressusciter pas de normalisation avec le pouvoir dégagé les revendications essentielles des étudiants sont ce départ du système une justice indépendante et une presse libre afin que la presse puisse réellement parler de ce qui se passe en Algérie voici les mots de Liès un manifestant un étudiant de 25 ans hier un dispositif policier bien évidemment toujours présent malheureusement répression et arrestation pas plus tard qu'hier c'est un militant de Tipaza près d'Alger qui a été condamné à deux ans de prison pour incitation à attroupement toujours les mêmes cas d'incusation atteinte à l'unité nationale et atteinte à la sécurité nationale voilà ce que nous dit le CNLD le monde maintenant qui revient sur ce rapport le rapport Benjamin Spora qui a été remis le 20 janvier dernier Emmanuel Macron décide de faciliter la déclassification des archives de la guerre d'Algérie dans un communiqué officiel hier l'Elysée que le chef de l'État Emmanuel Macron je cite après la décision de permettre au service de procéder donc dès aujourd'hui d'émettre aux déclassifications des documents secrètes de la défense nationale jusqu'au dossier de l'année de 1970 inclus cette décision sera de nature à écourter sensiblement les délais d'attente liés à la procédure de déclassification de ces documents s'agissant notamment des documents relatifs à la guerre à l'agir de nouveaux gestes d'avagement qui avait été reconnu le 20 juillet dernier dans le rapport Stora un rapport qui a pour but je le rappelle de reconcilier les mémoires entre eux et de regarder l'histoire en face entre ces deux pays l'Algérie et la France mais aussi une décision qui profitera aux universitaires aux étudiants qui se plaignent justement des difficultés d'accès aux archives classifiées de plus de 50 ans notamment pour leur recherche on rappelle que les autorités algériennes réclament depuis maintenant des années l'ouverture des archives coloniales et le règlement notamment de la question des disparus ils seraient selon Alger plus de 2200 personnes et celle des essais nucléaires français dans le Sahara algérien et pour terminer nos confrères européens le grand journaliste animateur Stéphane Bern dans son émission historiquement vôtre revient sur cette expression une expression utilisée à tout bout de champ notamment par la jeunesse c'est wesh que veut dire wesh un mot d'argot français multi-usage venu de l'arabe algérien une expression très populaire issue de la culture hip-hop wesh un mot je vous le disais de l'argot français est entré dans le dictionnaire du petit Robert qui est un adverbe interrogatif en arabe algérien et marocain il est donc utilisé à tout bout de champ est-ce qu'on se fait un match de foot ce week-end wesh qu'est-ce que tu as mangé wesh par exemple et pourtant c'est un mot très très précis dans sa langue d'origine car wesh est en fait un adverbe interrogatif qui nous vient de l'arabe algérien on dit ainsi weshken pour dire qui y a-t-il et weshsharak pour dire comment vas-tu pour les amateurs de scrap il vaut 18 points ce n'est pas rien il y a une différence entre le Maroc et l'algérien en algérien il est plutôt l'équivalent de est-ce que et en marocain en arabe marocain pardon il est l'équivalent de qu'est-ce que weshpliti par exemple signifie donc en Algérie est-ce que tu as mangé et au Maroc qu'est-ce que tu as mangé voilà pour aujourd'hui bonne journée et salim bonne journée à tous s'il est c'est c'est oui c'est 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 خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة